لما القصة بقى الأولانية بس عشان أنا نسيت أقولها في الجزء الأولاني لما خدهم الحاجات من الشين بيت اللي هي فيما يتعلق به العملاء بالفعل حماس استطاعت أن تصل إلى أسماء عدد من العملاء الفلسطينيين اللي بيعملوا مع الجهات الإسرائيلية وهذا يفسر لنا من ثلاثة أيام تم اغتيال أو تصفية تلاتة فلسطينيين في الضفة الغربية بمعارفة عناصر من حماس من المقيمين في الضفة وأعلنوا أسماءهم وأعلنوا أن التصفية تمت بسبب التجسس لصالح إسرائيل هذا يعطيك دليل على أنه هذا ما أخدوه بدأوا يعملوه معنى الحضراج بتتفضل بيه ده أنه الوجع الإسرائيلي الكبير في يوم 7 أكتوبر مش بس الإهانة والهزيمة العسكرية بالإضافة حتى إلى مجموعة الرهن الكبرى لا أكتر ما واجعهم هو الاختراق المعلوماتي المعلوماتي الأمني والمخابراتي ثم العسكري وأجيلك في الحتة ده يحيى السنوار نفسه عندما كان مسجونا كان مسجونا بسبب إيه؟ سن 1989 هو تولى أن يقوم بتصفية العناصر الفلسطينية التي تتعاون مع الجاين الصهيوني ومع المخابرات الإسرائيلية وقام بنفسه بتصفية أربعة أفراد قُبِد عليه في العملية الرابعة وعندما قُبِد عليه لأن الإسرائيليين كانوا حيجنين كل واحد من العملة بتوحهم عملية تسقط واحد وردتان صحيح عندما قُبِد عليه تقدموه لمحاكمة عسكرية وليست محاكمة مدنية والمحاكمة العسكرية حكمت عليه بـ 427 سنة أحكام متركمة وهو كان عايش وداخل المحرس بتاعه أنا وأنا في إسرائيل أنا كان أهم حاجة عندي أن أنا أتعلم العبرية تعلم اللغة العبرية ونحن موجودين في المجتمع الإسرائيلي يفتح الأبواب المغلقة ويفتح الأبواب النصف مفتوحة وعندما انتهيت من الكرسين بتوعي المكثفين في معهد كان ممنوع على الدبلونسيين الأجانب أنهم يروحوا فيه بدأت أتحدث بطلاقة مش بطلاقة 70% من اللغة العبرية فتحت أمامي حاجات كثيرة طبعا طبعا تعرفنا إيه يا سنوغر باستكمال الحركة فضلت به متحكم عليه بربعمية وشوية سنة سجن وفأثناء قضاء العقوبة جالوا يعني ألم ومرض فضل ورم في مخه ورم في مخه ويتعملوا عملية في مستشفى إسرائيلي مظبوط وبعد ما أنقذوا حياته حاولوا يجندوه مظبوط وهو قال لهم أنا زاهد في الحياة السياسية ومش عاوز أعمل حاجة نايمهم يعني إسرائيل الصندوق الأسود طبعا عشان نكمل القصة والسنوار خرج في صفقة جلعات شليد جلعات شليد خرج في تبادل الأسرة جلعات شليد بألف معتقل ألف سبعة وربعين معتقل ألف سبعة وربعين فكان إحسن نوار واحد منهم أنا أم بقولك إسرائيل الصندوق الأسود هذا هو اسم قناتي على اليوتيوب التي أذا عامل فيها مع فتحتها من ستة شور بس لأن أنا هدفي أن أنا أدي توعية كاملة للشباب المصري والشباب العربي وأنا بتناول فيها الشأن الإسرائيلي بالكامل من الداخل بمؤسساته المخابراتية والعسكرية والأمنية وبعمليات المساد وخلافه نعود السنوار هو حتى مسك هزغالك أنا مش خايف؟ لا ليه لا لا أنا خركت وانتهى الموضوع ما بيني وما بينهم أنا ما دخلش إسرائيل تاني يعني ومش تناوي أدخل فالموضوع هم بيضيقوا مني لأن أنا بكشف عنهم حقائق زيادة عن لزوم فبيضيقوا علي الخناء في اليوتيوب وبيعملوا ليش ريتش وخلافه لكن أنا ما بيهمنيش الناس بتبتدي تكلم بعضها زي ما بيقولوا فأنيوي أدي السنوار كان هو متخصص في ذلك فهو قام بإصدار أوامره بتصفية التلاتة يبقى أدي واحد التانية فيما يتعلق بقبل بوحدة 8000 ومتين كل هذه المعلومات تم وصلت إسرائيل كانت في ساعة 11 صباحا يوم 7 أكتوبر يوم 13 أكتوبر نجحت حماس في إخراج هذه المعلومات للخارج يوم 13 أكتوبر حدث لقاء ما بين ممثلين من حماس حزب الله حرص الثوري الجمهوري في حرص الثوري إيراني في لبنان وبدأ في المقايدة في ماتار الحمسة جماعة حماس قالت له أدي الجزء الخاص بحزب الله أدي بقى الجزء الأكبر الخاص بيكم إحنا بنشكركم على اللي أنتو عملتوه من حزب الله ومن إيران بس إحنا لنا مطالب كذا وكذا وكذا فبدأت المفاوضات فيها مفهوم هذه النقطة مهمة الحقيقة وغير معلنة وغير منشورة في أي مكان أنا بقولك سبق صاحب ممتاز الهدف الثالث كان إيه الدخول على مقر الجيش الإسرائيلي في القطاع الجنوبي في الجبهة الجنوبية وكانت قاعدة موجودة عندما تم الدخول إليها كان فيها وحدة أمان اللي هي المخابرات الحربية الإسرائيلية أيضا وحدتين وحدة عملت مع الجانب العسكري ووحدة عملت مع الجانب المخابرات الحربي وآخذوا فردين من أمان كانوا موجودين ولمهم كل الحاجات دي ودي كان فيها حاجات مهمة فيما يتعلق به الخطط العسكرية اللي كانت موجودة في حالة ما صدر قرار باجتياح قطاع غزة فكانت موجودة وهم عشان كده الفلسطينيين الحمسويين عارفين هم حيبتدوا منين ولو أنها تغيرت ولكن تغيرت بس إلى حد جزء عمرك تغيرها 100% إذن هذه هي الأسباب الثالث ما كان في المستوطنات والحقيقة الأهداف كلها نجحت بامتياز يوم 7 أكتوبر ومن خلال ست ساعات كانت موجودة في غزة هذا بقى ما أثار وجن جنون الجانب الإسرائيلي إخفاق أمني إخفاق مخابراتي إخفاق عسكري صحيح إذن إسرائيل لم ترى في حياتها مثل هذا الإخفاق حتى في حرب 73 كان الإخفاق مخابراتي وعسكري وليس أمني معهم لكن ده معهم ده متكابل ده بالضبط فمن هنا تقدر تفسر الرد الفعل الجنوني الإسرائيلي فيما يتعلق به شكرا نتنياهو بعد دقائق طلع قال إسرائيل مش ألحا ننتقم قال إحنا في حالة حرب على طول وأصدر قراره ولجأ إلى المدة 47 وفي لما في جمع الاحتياط وجم جمع الاحتياط 360 ألف مقاتل زائد القوات الإلزامية أو القوات العاملة 190 ألف يعني إجماليهم 550 ألف هذه قوات إجمالي ما لدى حماس من 30 إلى 35 ألف آه 25 ألف إذن لا يوجد مقارنة بين القواتين ولا يوجد مقارنة بين إمكانيات كل واحدة فيهم صحيح إذن النقطة المهمة هنا هو أن الإلهاء سواء كان في السواريخ علشان التوافات تعدي أو عشان كان في المستوطنات علشان الأهداف العسكرية والأمنية والمخابراتية تتحقق صحيح تمت هذه في حد داتها انتصار كبير للغاية لم يكن متوقع حتى من جانب حماس لم تكن تتوقع أن يتم هذا بهذه السهولة بأقل قدر من الخسائر بهذه السلاسة وبهذه السرعة طيب حصلت الصفعة الكبرى يوم 7 أكتوبر ردة الفعل الإسرائيلية الحقيقة مش مفهومة طبعا سنوك معتاد لإسرائيل من القمع والبطش وعمليات الإبادة الجماعية والتصفية العرقية وكل ده مفهوم لكن في النهاية انت حربك المفروض انها مع حماس لو انت إسرائيل وتانيا حربك مع حماس فانت بدل ما تستهدف حماس بعمليات مخابراتية وعمليات فيها تجسس واستخدام الجي بي اس واللوكيشن والأنفاء ومعه لذلك عمدت إلى فكرة التصفية الجماعية والإبادة الجماعية والقصف العشوائي للبنية التحتية حتى في غزة متحديا للعالم هنا نتنياهو عايز يعمل ايه؟ ايه الهدف؟ العقلية الإسرائيلية في حد ذاتها بطرى أن الفلسطينيين زي ما قال حيوانات بشرية لا يمكن التعامل معها على قدر المسواب الإنسانية ومن هنا هم بقى بيروا كمان الحياة فبالتالي بعد دي كل الأرواح بيرانهاش قيمة لا قيمة لا ده علشان يعرفوا يتعايشوا مع نفسهم هم نفسهم وانا موجود هناك كانوا بيقولولي هؤلاء ليسوا شوف بقى الكلام ده من 40 سنة هؤلاء ليسوا بشر كمثلنا احنا لابد ان نتعامل معهم بشكل مختلف وده علشان خطر عندما يقوم بالقتل او دبح بدم بارد ما يبقاش عنده لا تقنيب ضمير ولا مسألة قانونية فيما يتعلق به ولا حقوق إنسان هذا ليس إنسان عشان يكون له حق ولكن اقولك على حاجة تانية مهمة انه هم بيروا ان كافة سكان قطاع غزة الحاضنة الحقيقية لحماس والمتعاونة باكتر من 90-95% وقدي لك مسألة صغيرة كانوا بيتكلموا عليه طب انت فاكر الراجل الروسي اللي افرجوا عنه من ثلاثة ايام غير الروسي اتنين الروسي اللي افرجوا عنه النهاردة من ثلاثة ايام الراجل ده كان مهندس صوت يشتغل فيه المهرجان بتاع الموسيقى اللي كان شغال ولما خرجوا وابتدى يجري اتقبض عليه من ضمن مجموعة اتقبضت عليه وخدوه كان موجود مع الحراس بتوعه في بناية من البنايات تم قصف البناية وهو نجا وبص حواليه ما كانش يلاقي الحراس عارف يهرب برا البناية وقعد لمدة اربع ايام هايم في الاماكن بيحاول ان هو يشوف يعرف يطلع ازاي قوات حماس او مقاتلي حماس اخدوا صورة وابتدوا وزعوها على الاهالي الاهالي ابتدوا يدوروا عليه بعد اربع ايام جابوه ورحوا قبضين عليه ورحوا مسلمينه الحماس فهنا بقى الاسترادين بيقولهم شايف الحاضنة شكلها ايه ده هم متعاونين يبقى كلهم بالنسبة لي جنود ليسوا مدنيين اذا عندما اقتلهم هم جنود وفي نفس الوقت هم ليسوا بشر مفهوم فمن هنا يعني بيدخل طريقة التعامل حتى مع الاسرة وده موضوع هنخش على الاسرة بس الحقيقة كمان في ظل العملية العسكرية المجنونة اللي عملها متنياهو حتى لم لم يراعي فكرة ان عندهم 22 و50 رهينة حالك قلت من بعضهم بالنسبة له كنوز جنرالات وضباط وجنود في الامان وفي لم تصل الى جنرالات لكن لهم رتب عسكر طيب بس اماكنهم حساسة طبعا ففي النهاية هذا القصر العشوائي معناه انه هو بيقول علي وعلى اعدائي يعني مش تفرق معايا حتى الرهينة والاسرة شوف انا عاوز حكاية الاسرة ديت انا عندي هنا الارقام هحاول ان انا اقولها لك انه هو الغاية دلوقتي فيه 70 اسير اسرائيلي بيلي اسمه افرج عنهم النهار ده 19 تايلاندي واحد فلبيني واحد روسي اللي قلنا عليه ده قبل الهدنة قبل الهدنة القوات الاسرائيلية وجدت اسيرة كانت ماشية على فكرة ما انا مش عارفين هي تظهر برضو زي عملت الروسي ده كانت طلعت هاربان فلاقوها ولقوا اتنين مقتلين اذا المجموع ده يطلع 98 لو حطينا عليه 35 التقريب يعني الاعداد اللي لها مصداقية ما بين 30 الى 35 عسكري وضابط 35 عسكري على 98 دول يعملوا 133 حماس لديها 180 الجهاد الاسلامي لديها 20 الفصائل الاخرى لديها 40 اذا الباقي حماس لا زالت تستطيع ان تعطي لمدة 4 ايام اخرى وعشان كده انا في اعتقادي ان تواجد اللي هو عباس كامل امس هو واسمت وديفيد بارنيا اللي هو مدير المساد وويليام بيرنز اللي هو مدير مع الجانب القطري منذ امس كانوا عاديين هما بدأوا يتعاملوا الاجتماع الامني المعمول في الدوحة ايه في الدوحة اللي هو امس ده كان بيبحث مش بس دلوقتي ولا الاربع ايام لأ هما بدأوا يتكلموا على الأسرى العسكريين ولو يعني انا النهار ده وانا بتابع مجلس الامن اتفاجئت بانه هناك تغير في بصلة بنك الاهداف الاسرائيلي بمعنى اما جيت بسمع قبل كده نتنياهو بيقول انا عندي هدفين مهمين قلتني القضاء وهزيمة حماس عسكريا وسياسيا وسترداد الأسرى واخراجهم برق واسترداد الأسرى ولما جم الأسرى بيكلموا قالهم انا ماشي مع الهدفين عائلات الأسرى قالهم انا ماشي مع الهدفين بالتوازي قالوا له لا انت ممكن تاخد شهرين ثلاثة على بال ما تخلص على حماس احنا بعد شهرين ثلاثة مش هنلاقي واحد نسترده فما ينفعش